سلام الغيوب حنن القلوب بالمحبة النار سعادة الإنسان بتتوبة من الظلوب تتفرج الكروب تلبس مع الشيفاء نفارق الأحزان وبأطيب الكلام بتتواصل الغلوب تتواصل الغلوب يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا غفار الخطايا لما عبدك يتوب ربي ثبت خطايا في طريق الهدايا ربي واسمع دعايا ما لي غيرك هروب يا غفار المعاصي عبدك ظالم وعاصي انت وحدك خلاصي من جميع الخطوب جيتك خضع ونادم والندم من طبع آدم وهب عمر اللي قادم ضد نفسي اللعوب انت شايف دموعي في سجود وركوعي في خضوعي وخشوعي فاعتكا في الدؤوب في خضوعي وخشوعي فاعتكا في الدؤوب اعطوب يا ودود يا إله الوجود ربي ارحم واتوب ما لي غيرك هروب ربي ارحم واتوب ما لي غيرك هروب السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما كان لله دام والتصل ونحن نرجو أن يدوم ويتواصل لقاءنا معكم أيها الأحبة في برنامجكم تواصل القلوب حلقة اليوم هي الحلقة الأربعون من برنامج تواصل القلوب والحمد لله رب العالمين ربي وفقنا في أربعين حلقة في إعداد وتقديم هذه البرامج التي القصد منها هي مواصلة قلوب المسلمين بعضهم ببعض في كل الظروف في البيع والشراف في المعهد في الطرقات في قيادة السيارات في أحلامهم كيف تتواصل قلوبهم شفتوا الحلقات التي عملناها لكل وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنيب وهنا صفحة متاعنا تعتواصل القلوب لحب يزورها يكتب تواصل القلوب بالعربية وإلا تواصل القلوب كما ترون على الشاشة يدخل فيها ما شاء الله الآن عشر ألاف محب الصفحة هذه نقوم بإعدادها ونشر اللي يقع في الحصة هذه حتى يتياقع تواصل مع سادة المشاهدين ومحبي هذا البرنامج تواصل القلوب اليوم بالصلاة كيف تتواصل قلوب المسلمين في الصلاة وهي الحلقة الرابعة ذكرنا في حلقة السابقة أنواع الصلوات قلنا ثم صلوات مفروضة هي صلوات الخمس الصبح الظهر العصر المغرب العشاء صلاة الجمعة شفنا الصلوات السنة والمستحبة شفنا صلاة العيدين شفنا صلاة الخسوف والكسوف أنواع الصلوات الغاية منها غاية من غاياتها الكبيرة هي مواصلة قلوب المسلمين بعضهم ببعض ومشاركتهم في الأفراح ومشاركتهم حتى في ظروف الجنازة الصلاة قلنا أنها نور حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور في الوجه نور في القلب نور في العين نور في كل جارحة من الجوارح نور في كل حاسة من حواس الإنسان الصلاة نور للمسلم في حياته ونور في قبره ونور يوم القيامة كما في سورة الحديد الآية الكريمة ليقرأ علينا الشيخ أحمد صمودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم تصوروا يوم القيامة والناس كلهم يبحثوا على الطريق إلى الجنة الطريق إلى الصيراط وإن شاء الله ربي يدخلنا لكلنا الجنة ويمررنا على الصيراط بأمان إن شاء الله وثم ناس عندهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ثم ظوا خارج منهم هذاك يجي من نور الصلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناهي صلاة هي الصلاة اللي فيها خشوع الصلاة اللي يحس فيها صاحبها اللي يحس بدورها أنها عبادة إلى الله باش تأثر فيه ستنور حياته في الدنيا تنور عائلته تنور المحيطين به حتى تكون نورا له يوم القيامة اليوم الحسن تعني حول الخشوع في الصلاة حول حضور القلب في الصلاة اللي ذكر ربي الخاشعين ومجدهم في أول سورة المؤمنون كما يقرأ ذلك الشيخ اسماعيل قد أفلح المؤمنون اللذين هم بي صالاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إذن يخبرنا الله عز وجل ربي أعلمنا لهو شكون سيفلح يوم القيامة شكون اللي بش ينجح يوم القيامة هم المؤمنون هم اليؤمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاها الخاصية لعندهم أول خاصية سبحان الله الذين هم في صلاتهم خاشعون اللي حضرين في صلاتهم اللي صلاتهم حضرينها بقلوبهم ماهوش بأجسامهم فقط وعطاها المصلين طبعا فما بالك بلما يصليش بكل يجب يصلي ويكون خاشع حتى يفلح يوم القيامة وبقية الآيات في نفس سورة المؤمنون يقرهانا الشيخ إسماعي الفضل الشيخ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يهثون الفردوسهم فيها خالدون صدق الله العظيم الصفة الأولى هي الخشوع في الصلاة الصفة الثانية هي المحافظة على الصلوات أردت إنسان عنده كنز إنسان عنده ذهب إنسان عنده حاجة عندها قيمة يحافظ عليها هكذا ذكر الله عز وجل الإنسان اللي يصلي حق الصلاة أنه يحافظ والذين على صلاتهم أو على صلواتهم يحافظون شنو أعطاهم ربي؟ أعطاهم أنهم يورثوا الفردوس تولي متاحهم الفردوس الفردوس هي أعلى الجنة يدخلهم ربي لها لأنهم خاشعون في صلاتهم ولأنهم يحافظون على صلواتهم فما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه واحد من الصحابة معروف الحديثين اسمه حديث الموسيء في صلاته إنسان أساء في صلاته دخل واحد من الصحابة إلى المسجد النبوي إن شاء الله ربي يرزقنا له زيارة إن شاء الله كل عام فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وهو صلى ركعتين وجاء وجلس قرب النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه رسول الله قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي الراجل مشاء ورجع صلى ركعتين وعاود جاء من رخر للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله راني هذك شننجم هذك شنعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر نعرف وهذه ندخل للصلاة الله أكبر من كل شيء الله أكبر ندخل في صلاته ونخشع ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن أو حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها فأعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السر متاع الصلاة اللي هي الطمأنينة الاعتدال زادة قال حتى تعتدل معناها ما يعملش إنسان رفع من الركوع كشتر رفع وإنما يرتفع كامل وقت يركع يركع كامل معناها الفقهاء يقولون لو تحط كاسماء على ظهر الإنسان الراكع ما يتيحش يجب أن يكون الراكع بالضبط زاوية قائمة كما يقوله إجماعة الهندسة كذلك السجود للإنسان يسجد ويرتاح هو في السجود فيعمل هذا وإذا به القلب يتبع هذه الجوارح اللي يتحرك بطمأنينة الصلاة المطلوبة فيها مهج صلي فقط وإنما أقم الصلاة القرآن كله ما يذكرش الصلاة إلا بالإقامة يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كله ثم صلاة ثم معها أقامة أقامة معناها كما يقيم الإنسان البنيان يعملها مستوية الصلاة يعملها في حقها أما الذين يقيمون الصلاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقامة يعني أتمة يعني أكملة كيف ما تقيم أي حاجة في الحياة تقوم حاجة كانت معاوجة تقومها إذا ما أقمتها الصلاة إذا ما تكون مستوية وكاملة أقيموا الصلاة يعني أحسنوا الصلاة يعني اخشعوا في الصلاة يعني أدوها بأتم وأحسن ما تملكون ثم آية في سورة فاطر يقرأ لنا هذية الشيخ مراد فضل مراد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم البشارة هنا أن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ثلاثة حاجات يعملهم الإنسان ينال بهم تجارة لن تبور يدخلهم ربي إلى جنة النعيم إن شاء الله آية أخرى تفيد معاني الخشوع ربي يقول واستعينوا بالصبر والصلاة يا إنسان بصفة عامة باش تستعين على متاعب الحياة باش تستعين على مشاكل على التفكير على التخمام على الخوف من المستقبل على الخوف من المجهول باش تستعين على ظلم الناس أحيانا باش تستعين أحيانا على قلة النصيب الذي أتيت في الدنيا تستعين بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين مش يصلي فقط يصلي وخاشع تولي وقتها صحيح تولي المعاني كبيرة والنتيجة إن شاء الله كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الخشوع في الصلاة مش الناس كل تخشع قليل من الناس يخشعون هل الناس كل يخشعوا في صلاتهم؟ مش صحيح أقل الناس هم اللي يخشعون في الصلاة معظم الناس ما يخشعش معظم الناس ممكن كما يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ينصرف من صلاته ولم يتقبل إلا ربوعها ولا ثمونها شيء قليل منها تقبل لآخر كله هو ساهي فيه باش نعرفه واختره إنسان هو يصلي باش نعرفه خاشع ولا مش خاشع بسم الله الرحمن الرحيم الكمال ولله سعى هذا أول حاجة ثانية حاجة شنوما الحاجات كي نشوفه غيرنا قعد يصلي نحسوا لي هو ما هوش مركز في الصلاة متاعه هو الحاجة ثم الالتفات تحسوا يلتفت ساعات اليمين ساعات يلتفت للشمال ساعات تتعدى حاجة هكا يمشي معها الحاجة ثانية هو تحسوا ما هوش يصلي بتمأنينة ولا بسكينة تحس الحركة متاعه فيها شوية سرعة هكا فهمت في الركوع يركع في سع في سع في الرفع من الركوع كيف كيف زده تحسوا ثم ساكينة بارك الله فيك ثماش علامات أخرى مراد بسم الله الرحمن الرحيم زيادة على ما قاله الأخ أحمد ثم بعض الناس عندما يقوموا بصلاة سوى تحية المسجد أو صلوات الأخرى ثم شكون يسلم عليهم يعني واحد هو يصلي في تحية المسجد ويصال عليه ويرد عليه بتحية وهذا من الترائف الغير محبوبة بارك الله فيك ثم علامات أخرى أيضا منها مثلا التثائب معناها هو العطاس من الرحمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتثائب من الشيطان فإذا عطس أحدكم فليحمد الله واختي عطس كل الحمد لله أما إذا تثائب الإنسان فليمسكها ما استطاع ما يخليش التثائب هذه تخرج بعض الناس يصلي ويتثائب ويخرج في التثائب ويحرك في ديه بعض الناس يحق شعره بعض الناس يحق أنفه هذه كلها علامات تدل على الإنسان ما هوش خاشع في الصلاة أنت تلفت إلى الله ما عايش تلفت حتى جهة أخرى قال رسول الله ما تقول في الالتفات في الصلاة كان واحد يتلفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يتسمى اختلس واسرق من صلاته وقته يتلفت وكما قال صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقيل له كيف يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها موش يتم في الركوع يزرب معناها دوبما يركع ويزطول يلزم يركع ويقول سبحان ربي العظيم وبحمدي ثلاث مرات بكل خشوع وخضوع وفاهم للمعاني هذه ما يلزم يسرقها طول ويرفع من السجدة أو من الركعة ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها صليت صلاة كملت أربع ركعات مثلاً وقمت شنو تتفكر منها الصلاة كانت تسألوا باش صليت شنوما السور لي صليت بهم نساهم كانوا صلوا نساها السور يعني ما عاشش الصلاة هذه رأوا ما يتقبل من الصلاة إلا التي عقلت وفهمتها وتدبرتها ما كانش لآخر لكل رك ممكن أسقطت الفرض معناها ما عادش مطالب بالفرض هذاك ولكن ما عندكش الأجر التام إلى الذي يعطى للمقيمي الصلاة كذلك الصلاة سع سع عند إنسان ترى أنه سلوكه الاجتماعي ماهش به ترى تقول هاوش به فلان يصلي وحشاكم يكذب أو يصلي ويسلق أو يصلي ويغش هذاك لأن صلاته لم تنهه لأن صلاته ليست تامة واختي ربي سبحانه يقول وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رأوا كون واثق أنه صدق الله ومن أصدق من الله قيل كان ربي قال الحاجة لا يصحيحها ربي قال رأي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن شوفوا الكلمة وأقيم الصلاة كان قائمة في وقتها وخشوحها وخضوحها رأي ذي كنت تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر أما كانت رأى مزال في المنكر وهو يصلي فإن صلاته ليست قائمة أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليبلغ من العمر ستين سنة وربما ليس في صحيفته إلا صلاة أسبوع ثور ستين عام ويصلي وقت جيد حاسب يجد صلاة انتع جمعة واحدة أسبوع واحد لا يتم ركوعها ولا سجودها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عنده كلمة يقول يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون وإني لأخشى أن يكون زماني هو هذا الزمان تصوروا معناها وقت أحمد بن حنبل يقول له زماننا هذيرا والناس يصلي وما يصليش فما بالك بزماننا هذا تفضل الله سيد الحمد حبيد في السياق هذه حاجة أنا عاشتها كنت وقتا في مجلس قرآن وأذن الأذاني بتاع المغرب معنا يجيب وقت المغرب قام كان معنا معنا شيخ قام صلى بنا صلاة المغرب وبعد قادنا نحن نسبح و هو قام قام و صلى ركعتين نافلة كي صلى ركعتين نافلة من غير ما نشر قاعد نسبح و نغزر شفتوا ركعة ركوع بالنسبة لي أنا جيتني كي الصدمة عليه كي الصدمة حسيت روحي إلي أنا و عمري ما ركعت تصديق لقولك شيخ رفيق حسيت روحي إلي أنا أنا عمري ما ركعت عليش و في ليلتها معنا من غير تشويق في ليلتها رواحة للدار قعدت نعاود كين في الركوع برك باش نعاود نجيب الركوع إلي ريته متاع الشيخ لطوله ولا لإقامته ولا في حاشتي إلي أنا معناها فقت بهم إلي استشعرتهم إلي وقت اللي ركع حسيته إلي هو راكع بين يدي الله سبحان الله هذه أول حاجة ثاني حاجة وقت اللي ركع حسيت في الركوع متاعه ثم خوذوع سر سر هدايا لا يعلمه إلي الله هذا سبحان الله الصدمة اللي بالنسبة لإليك كما تحكي أنت قعدت تقولش عليها معناها عمري كامل مانيش قاعد نصلي سبحان الله سبحان الله هدايا يدفعني مش نحكي تجربة وقعت لي أيضا مشيت للمنزل أحد الشيوخ ومن حسن ولطفه وأدبه وتوضعه قدمني قال لي صلي بي فسليت بي بما استطعت أنا كملت الصلاة فالتفت وإذا بالدموع هابت معاه اللحية فاستحييت من نفسي قلت سبحان الله ثم ناس خشعت في صلاتي وقراءتي وأنا لم أبلو معشار الخشوع متاعه أمثل للخاشعين أنا حبيت نحكي عن ناسك فيش يخشعوا فجاءنا المثال هدايا من سيد أحمد وعطيتكم هذا المثال للشيخ هدايا إن شاء الله يشوفينا وإن شاء الله ربي يتقبل منه ومنه ويهدينا إلى الصلاة الكاملة ذات الخشوع والخضوع يقول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم ناس قست قلوبهم ثم ناس ما عاش يخشعوا في صلواتهم علاش؟ علأنه طال عليهم الوقت يلزم نشوفوا إن شاء الله بعض أمور عملية للخشوع عنا مثال للخاشعين في قصص السابقين ثم واحد اسمه العباد ابن بشر كان يصلي الليل وهو مكلف بالحراسة في غزوة من غزوات المسلمين فواحد من الأعداء من بعيد قل يشوف فيه وتلفت لصاحبه قال له تشوفك غاديك بالله هذاك هل ترى مسلم المسلمين واقف غادي ولا جذع نخلة بدأوا يتعاركوا واحد يقول رأوا نخلة الأخير يقول لا رأوا يذهل لي يا الدنيا ظلام وليل قال يذهل لي رأوا مسلم هذاك هات نجربه خذاء السهم وعطاه رمية نبل فالنبل وقع على صحابي بشار على عباد ابن بشر وقع عليه السهم وما تحركش من بلاستو ما تحركش من بقدو قالوا ريتش كيفاش قلت لك رأوا نخلة هاتنا عاودوا واحد أخرى عاودوا سهم آخر وعطاه ضربة مرة أخرى بنبل وكيف كيف ما تحركش هذه القصة اللي رواها المشرك وقت يرواها العباد ابن بشر قال لم يلبث العدو الرماني بسهم آخر فوقع على كتفي فنزعته وأكملت الصلاة فأعاد الرجل الكرة مرة ثالثة ووقع السهم في نفس المكان قال فإذا بأنهي صلاتي كملت وسلمت فالصحابي اللي معاه قال لماذا لم تقذني واختشاف الدم خارج من كتفه قال لماذا لم تقذني من أول سهم رميت به فقال كنت أقرأ سورة من القرآن فكرهت أن أقطعها نقرأ في سورة كيف نقطعها وبرجا في سهم ولأن أكمل ركعتين أحب إلي من خروج روحي شوفوا إحساس هذا الصالح بصلاته علاش قال البسيري كأنهم في ظهور الخيل نبت رباء كأنهم شجرة كأنهم في ظهور الخيل نبت رباء من شدة الحزم لا من شدة الحزم ربي سبحانه يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن يمكن أن ينزل ربي على جبل راوة تصدع راوة ترشق ينزل على المؤمن يسره حتى لا نتفجأ ربي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقت يسروا علينا يلزمنا على الأقل نعمل شوية مجهود حتى نفهم هذا القرآن حديث عائشة رضي الله عنها قامت مرة في الليل والدنيا كانت ظلمة لا عندهم لا أضواء كاشفة ولا عندهم سهارة بحذاهم وإنما عندهم سبحان الله نور ربي ينور البيوت قالت قمت من الليل فالتمست رسول الله صلى الله عليه وسلم شف فيه وينه قالت فوضعت يدي على قدمه تلقاه ساجد قالت فانتظرت وانتظرت وانتظرت فظننت أنه قذية مشي في بالها توفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من بعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسه واختكمل الصلاة قالت يا رسول الله أشفقت على رسول الله أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إنما نصلي في الصلاة هذه بش نشكر ربي سبحانه وتعالى هذه في صلوات نافلة فما بالك بصلاة الفرض اللي مطالبين بها هذون من الناس كيفاش أحسوا بالصلاة وكيفاش أحبوا الصلاة كيفاش خشعوا في الصلاة وأصبحت صلاة سبب لراحتهم واحد من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إحساسه بالخشوع ما هواش فقط في القلب وإحساس أنه يصلي مع ربي وإنما السمع ما عاش يسمع في حد شيء إلا في الله عز وجل والبصر لا يرى شيء إلا ما فتح الله عليه من الكرامات ومن الجنة ومن نار ويراه فيهم بعينيه ومخي وعظمي وعصبي نجموا نصليوا الصلاة هذه اللي خشعين فيها بكلنا إن شاء الله ربي يرزقنا هذا الخشوع اللي يوصل إلى حقيقة الصلاة من علامات عدم الخشوع أيضا شكون يعطينا شنية علامات عدم الخشوع باش تعرف إنسان خاشع وإلا لا من خلال حركات الأعضاء جلال عندك ملاحنة أنا ذات يوم في أحد مساجد مدينة أريانا شفت لافتها معلقة لا تسرع إنك في صلاة نحب نفهمها أكثر حديث هي معانتها نفهم منها زيدا وأن الخشوع يبدأ قبل الصلاة بتاتر من الوضوء فهمتني خدر دو تنسون تن الرعب دانا خارج من كان يتوضى ويسرع شوية ثم حتى رسك دو شوت ويتيح ومتا سي بو سيب بارك الله وفيك نحن تليريتها الليفتها جميلة جدا نحق طي قدير خمسة كلمات جملتين لا تسرع إنك في خشوع ولا إنك في صلاة ولا إنك في صلاة بارك الله وفيك جلال شكرا جزيلا بالفعل بالفعل استبقت الكلام ما يقولوه بعد على الأمور العملية في الخشوع على أنه الإنسان من قبل الصلاة يبدأ في صلاة من قبل ما يبدأ يصلي يازم يكون حتى في قلبه له هو بشي يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يجري بشي يخلط على الصلاة قال لا تعدو ثم جمعه قالوا قال لا تعد معناه ما تعودهاش مرة أخرى زادك الله حرصا ولا تعد ولا لا تعدو كيف كيف المهم ما تجريش بشي تخلط على الصلاة ما أدركت فصلي وما لم تدرك فأتمم الفتاةك ركعة ميسالش ما تجريش بشي تخلط على ركعة رأى سيدنا عمر بن الخطاب رجلا يهذب لحيته وهو في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه يا لو كان هو خاشع راوي ديه وسقيه ما تتحركش بالطريقة هذهك يقول الصحابة كنا نسمع لجوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أزيزا تقوله يسمعوه هكا ليشاد البكية ولا قعد يئز ثم مرجل قالوا كأزيز المرجل المرجل هو الماء ليغلي تصور معناه إناء فيه ماء يغلي هكذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الصحابة كيفاش تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو رأيت سفيان الثوري لهو واحد من التبعين يصلي لقلت سيموت الساعة أريدوش واحد معناها لقدر الله مقدم على الموت سفيان الثور كيف يموت من الرعيش والخوف واصفرار الوجه والخشوع اللي يبداه قبل الصلاة ويقول صلوا صلاة مودع صلي صلاة كي أنك آخر صلاة ستصليها سيدنا علي بن أبي طالب إذا قام للوضوء ووقف للصلاة نرى يديه ترتجفان نقول لما يا إمام يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن من اللي يبدأ يتوضى كما قال جلال من لول فهو يتوضى يقول يحذر في روحه للصلاة بش يمشي يقابل ربي سبحان الله كان واحد يجيه يستدعاء من قصر الرئيس ولا يستدعاء من سلطان ولا من ملك لما قبل أسبوع هو يحذر هذا يستدعاء من رب العزة يجي وصلي وقت يقول الله أكبر الله أكبر المؤذن حيا على الصلاة حيا هيا تعالى إلى الفلاح من وقت تحذر روحك تقول بش يقابل ربي وعندنا قصة لعروة ابن زبير اللي هو ولد أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه مرضت رجله جاء أمرض في ساق الشربي يعافينا ويعافي جميع المرضى فالأطباء قالوا لابد من قطع القدم بش يقصول ساق وقتها كيفش يعمل عملية جراحية هذه قالوا نعطيك مسكرا نخدرك تشرب حاجة وليما عاش تحس فقال لا والله لا أستعين لمعصية الله على قطع قدمي قالوا نعطيك مخدر قال لا أحب أن يسلب عظو من أعضائي وأنا لا أحس بحلاوة أجره لأنه يعرف أن كل شيء ينحي ربي من إنسان أراك عندك عليه أجر فقالوا نأتي بالرجال يمسكونك نشدوك بش ما تتحركش وقت نقصه في العضو هذايا قال أنا أكفيكم هذا نعطيكم طريقة هاني توا بشي صلي ركعتين خلوني مع ربي سبحانه وقت نسجد وقت أعمل وتحب وبالفعل هو سجد وهما جابوا المنشار جاء طبيب وبدأ ينحي فيها اللحمة هذه الله يعرفين إن شاء الله بدأ ينحي فيها وهو يسمع فيه يقول لا إلهة لله سبحان الله الحمد لله لا إلهة لله كانوا يحس ولكن قوة الخشوع تخليه ما لم يفرق ولم يجزع لذلك ثم قالوا وقت لي شفنا الدم خرج برشة شدوا ما يغلي ووضعوه بالطرق لي عندهم وقتها في الطب وضعوها على الجرح وقتها من كثرة السخانة على الماء فقد وعيه رضي الله عنه وأرضاه ثم مثال آخر هذين نجموا تبقوه حاتم الأصم قالوا له كيف تخشعوا في الصلاة أسمعوك فاش يخشع قال أدخلوا في الصلاة وكأن الكعبة بين عيني عندنا صورة إن شاء الله شوفوها كيفاش تحط الكعبة قدامك حتى كان أنت مكش في الكعبة إن شاء الله ربي يرزقنا زيارة للكعبة قولوا أمين قولوا أمين هذه كانت زيد خشوع أو الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة معناها ليصلي صلاة الظهر مثلا في الكعبة عبارة صلة مئة ألف ظهر حسبوها عن الناس قالوا أكثر من خمسين سنة صلوات تصوروا معناها أكثر من خمسين عام تتصلي ربي يرزقنا مالا برشا مرات شاء الله بش نجد هذا في كتبنا حاتم الأصم قالوا له كيف تخشعوا في الصلاة قال أدخلوا في الصلاة وكأن الكعبة بين عيني وكأن الصراط اللي محطوط عن نار بش تعداه عليه وكأن الصراط تحت قدمي وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي ومنك الموت أمامي ورسول الله يتأمل صلاتي ويبتسم إلي ثم أكبر تعظيما الله أكبر عظم لله سبحانه ثم أقرأ تدبرا ونقرأ ونحس ثم أركع بتواضع ثم أسجد بمذلة وأقول هذا آخر يوم أصلي فيه نقول آه هذه آخر الإسلام ممكن إن شاء الله تكون باهية وأجمع الخوف من غضب الله والطمع والرجاء في الرحمة ثم أسلم وأقول أقبلت صلاتي أم لا زعم رب يتقبل مني وما تقبلش شاء رب يتقبل مننا صلواتنا وهذا كعليش ثم بعد الناس ما تكمل الصلاة تسمعهم في المسجد يستغفرون إنسان بعد يكمل الطاعة يستغفر لعل فيها نقص رب يتقبل صلواتنا ونحن عندنا فاصل تبقى قلوبنا أثناءه معكم تتواصل تبقى من الظنوب تتفرج الكرود تبقى من الظنوب تتفرج الكرود رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحن يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجوعي قد فاض كأسي بالأساء حتى سئمت تجروعي يا 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 رب يا تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي يا 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 رب يا يا رب إني ضارع أفلا قبلت تتضرعي إن لم تكن لي في الأساء فمن يكون إذن معي يا رب يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت وإلى رحابك سيدي إلى رحابك كم سعيت قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت السلام عليكم ورحمة الله عدنا بعد هذا الفاصل الذي نرجو أن قلوبنا بقيت فيه تتواصل لأننا في برنامج تواصل القلوب وتواصل القلوب اليوم في الخشوع في الصلاة شفنا كيفاش أمثلة الخاشعين وشالربي يرزقنا الخشوع ويرزقنا الصلاة الكاملة التي فيها إحساس ونرى وتوى أمور عملية كيف يخشع الإنسان في صلاته عبد الكريم مش يعطينا بعض الأفكار بسم الله الرحمن الرحيم هو في الأصل ما هيش أفكار لكن رأيي معناتها أنا حسب اعتقادي الخشوع معناتها هو طريق كبير برشا وهو أهم حاجة في الصلاة لأنه يبدأ الخشوع هذائي ربما قبل أن ندخله في الصلاة كالاستعداد كونه الإنسان ماشي بش يقابل ربي سبحانه وتعالى أعطيت مثال لأنت بكري كي إنسان بش يقابل شخصية هامة في البلاد يحذر روح ويلبس أحسن حاجة يعمل أحسن ريحة ويبدأ يركز وش بش يقول وش بش ربما الأسألة والأجوبة هذا الكله يسبق أحنا الصلاة أحنا ربما خطر تعود ما نعملوها برشا مرات في النهار وولت معنتها جزء لا يتجزأ من حياتنا ساعات تفقدك القيمة انتحها ولهذا من المفروض كونه إنسان يجدد نية الخشوع كل يوم وقته بش يمشي يصلي يلزم يتذكر لهو ماشي بشي قابل ربي سبحانه وتعالى وهذه الحاجة الثانية كونه كي تصلي في جامع رأو الخشوع يكون أكثر من اللي تصلي في دارك تصلي في جامعة حتى في الدار أكثر من اللي تصلي وحدك نقطة هامة برشا الناس اللي تتدبر في المعاني بتاع القرآن حسب اعتقادي ربما هم أكثر عباد يكونوا خاشعين وقته إنسان يبدأ في ذيق ويتفكر كلام ربي وقته إنسان يبدأ في مشكل معه إنسان آخر ويتفكر كلام ربي وقته يتفكر سيدة محمد وقته يتفكر الدين وقته يتفكر كل كل ما يتمعن في القرآن كل ما يزيد الخشوع متاع الإنسان بارك الله فيك عبد الكريم إذا نتطرق خونة عبد الكريم اللي بتبع ديما نشكروه على مساهمته في إعداد البرامج هذه نجلسه مع بعضنا ونتبادل الأراء ونشوفه كيفاش نقدمه للمشاهدين المسلمين أحسن الكلام وأفضل الكلام ونختاره الأفكار ونتحدثه عن هذه مواضيع قبل الإنجاز وقبل التقديم فقال النية السعف الإنسان يجدد النية في الصلاة الفرق بين العادة والعبادة ما تخليهاش عادة مشيت صليت وخرجت لا وإنما أنت في عبادة أنت في قربة إلى الله عز وجل فديما جدد قرراني ماش نصلي كيفاش نعملوه شيء هذا في القلب في الفكر واحد يخم يقول ماشي بش نصلي بش نصلي صلاة الفريضة الفريضة هذه رأي دخلني الجنة إن شاء الله لي وربي يرضى عليها اختيار الصور والآيات برش ناس ديما يقرأ قل هو الله وأحد قل أعوذ برب الناس يصلي بهم الصلاوات كلها هم رأوا كان يخشع في هذه الآيات فقط تو يبكي تو يبكي خشوعا من قل هو الله أحد ربي سبحانه واحد في كل شيء في صفات الجلال والكمال واحد ربي سبحانه في الحكم واحد في الحكمة واحد في العزة والقوة والجبروت كانت خم قل هو الله أحد تبكي منها بكاء طويلا كانت تقول الله الصمد معناها ربي هو الوحيد الذي تدعوه كان حاجتك بحاجة فقل يا رب قل يا رب قل يا رب يا فتاح يا رزاق يا عليم الله الصمد إذن مش معناها نقول رب ما تصليش بقول هو الله أحد ولكن ما تجعلهاش عادة صلواتك كل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وهكذا تعمل فيها في زربة بشتكمل الصلاة والشغل متاعك الشاغل وقتش توفى الصلاة لا راهي جيهاد اختار الآيات نوع السور أحفظ قرآن جديد أحفظ صورة جديدة وصلي باعر وهذاك يزيدك في الخشوع ثم ذكر عبد الكريم وربي بارك فيه الذهاب إلى المسجد لأن الصلاة في المسجد تزيد على صلاة الإنسان في بيته 27 درجة تحس روحك وانت يماشي أنك تكسب 27 أجر مضاعف لأنك صليت في المسجد ثم ثم جهاد تجاهد الشيطان تجاهد لأن الشيطان يجيك في صلاتك ويحب يلهيك عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة اجعل راحتك قرة العين جاي القر جاي من البرد يعني العين تولي باردة بالصلاة حط النية هذه أيضا قول أنا مش نمشي نرتاح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة معناها وقال عنده مشكل تصور إحنا واحد عنده مشكل في الخدمة ماشي عامل يمشي يحكي من مكان لمكان لا أغلق الباب متاعك وحط السجادة وصلي ركعتين أهرب إلى الصلاة وأنتوا تشوف المعاني الجديدة التي تكسبها بقرة العين في الصلاة ثم حاجات تتعمل للخشوع في الصلاة قبل الصلاة أثناء الصلاة وبعد الصلاة كيفاش هذه حتى بعد الصلاة حاجات تخشعني نعم نشوفوها بالوحدة قبل الصلاة أول شيء الصلاة لوقتها فرق راهو بين تصلي إسلامتاعك في وقتها فرق بين باشتكبهم الكل بعد الوقت تولي من لول الشيطان يجيك آش يكملهم للركعات هذوم يلزمك تصلي الصلاة في وقتها وذيك داخل في الإقامة في أول الوقت لأنه الشيطان يجيك يقول لك على الظهر أذن توا زيد شوية مثالش رأو تنجم تؤخرها حتى يصل لها العصر هذا ساعة الوقت ثم الطهور الوضوء وحده يخشع كما شفنا سيدنا علي ابن أبي طالب ثم حاجة أخرى هي قضاء الحاجات قبل الصلاة كان عندك قضية أكيدة أكيدة أعملها قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء قال فسبقوا العشاء معناها كان عندك فسبقوا العشاء معناها الماكلة على الصلاة ما يمتلش الماكلة قدامك والإنسان يصلي ويشتهي ويفكر وزعم ما شنية الماكلة بالضبط وشفاها نرد بالنا هنا أنه تكون مثالش وبعد صلي وإلا الإنسان يجي يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هذه أن الإنسان يولي مش يتحق مش يمشي إلى قضاء الحاجة في بيت الحمام مش يدخل دورة المياه فالمستحسن أن يقضي حاجته يتوظى وضوه جديد ما يبخلش على الوضوء ويمشي يصلي هذه كالنبي صلى الله عليه وسلم نهاى عن صلاة الحقيبي والحقيني اللي هو المحصور ما يصليش هو محصور رامي نجي يمشي يصلي ثم مسألة أخرى مثلا المرأة في الدار عندها حاجة على النار تمشي تصلي وهي تخاف يلو كان يتحرق للطعام وكانت تصير مشكل فالمستحسن أن الحاجات الأكيدة تعملها قبل الصلاة إذن بعد بيش تدخل في الصلاة ثم أشياء تعملها أثناء الصلاة الآن محل النظر متاعك ما تحطش قدامك تلفزة ما تحطش بحذاك راديو يمشي مذياع بيش تسمع أخبار أو هل تسمع مقابل رياضية وإنما أخلي أذونك من كل سمع أعمل كما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم خاشع عليك سمعي سمع لكل موجه إلى هذه الصلاة أثناء الصلاة إذن التدبر ثم حاجات بعد الصلاة بيش نيها بعد الصلاة لو أن الإنسان يكون فكره الكل يقول أنا بيش نصلي السلام عليكم ماشي نجري بيش نخلط على فلان بيش ناخذ كذا بيش نحل التلفز بيش تفرج على الماتش رأوا وقتها ما تخشعش وإنما قل أنا بعد الصلاة بيش نعمل المعقبات بيش نصبح سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة الله أكبر 33 مرة بيش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة تقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد إلا ربي صلي علي عشر مرات واختي ولي عندك برنامج بعد الصلاة أنك بيش تذكر ربي تولي ما تزربش في صلاتك وإذا كان أنت في مخك أنك بيش تصلي وتهرب تجري فوقتها رأى والصلاة متاعك تولي ما عاش فيها خشوع تفضل عبد الكريم أنتك ملاحظة بسم الله ثم حاجة قبل ندخله في الصلاة هو المشي للصلاة على سكينة أو إلا في سكينة هذك عنده دور كبير برشة باشي يخلي الإنسان يخشع في صلاة وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يصلي ويسمح في الحثلة متاع مشي متاع باد هكا بقوة بعد ما كمل قال اش بيكم معناتها عليش الحس هذي قالوا له استعجلنا الصلاة قال إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا معناتها الهناية إنسان كي يبدأ ماشي للصلاة أحنا ساعات تصلي وأكثر نس تصلي في الخدمة متاحة حتى في البيرو معناتها واحد باش يصلي في بيرو ماذا بيك يعتهى وقت يعمل الأذكار لكل شيخ معناتها بعد ما يكمل صلاةه مش يقعد أربعة ساعة وهو يذكر معناتها أبسط حاجة معنات حتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مالك الله يحمد ربي على نعمة الصلاة ونعمة الهداية شكرا سيدي شكرا أو إسماعيل بشيقران فضل الخشوع وحضور القلب في تلاوة القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ارتعشت قلوبهم من حبهم من ربي وقت ذكرهم ربي سبحانه وقت يسمعوا كلمة الله وقت يقفوا أمام الله يحسوا بوجل في القلب ربي سبحانه يبشرهم أنهم عندهم درجات عند ربهم لأن الناس يوم القيامة درجات كما في الدنيا درجات الآخر درجات ثم ناس في وسط الجنة ثم ناس في ربض الجنة ثم ناس في أعلى الجنة لماذا؟ لأنهم درجاتهم في الدنيا يرقاوا في العبادة يختاروا ديمة أرقى عبادة أرقى صلاة فيها إقامة فيها خشوع مش هني صليته بره وإنما يخشع في صلاته سيد أحمد عندك ملاحظة أمور تطبيقية وعملية في الخشوع في الصلاة أول حاجة حبيت نذكر بها اللي كونه الصلاة أول حاجة بشي الإنسان يتحاسب عليها يوم القيامة الحاجة الثانية ماذا بين الناس الكل اللي تصلي تجتهد للوصول إلى الخشوع مش معناها هذي معناها وقت اللي الإنسان في الحياة يحب ولده ينجح يعمل له كور بارتيكولي هزو كما قول وإحنا بشيعمل حصص إدارك حصص إضافية بشي يزيد يتقوف كل مادة هذيك الرياضي يقوم كما قلوا أحنا بالتمرينات الأسبوعية وغيره 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 والأمثال كثير إذا كان الإنسان يحط في بيله واللي راه الصلاة سيحاسب عليها والحاجة الثانية ربي سبحانه يحب يرتقي بنا بش نخلته لدرجة الخشوع ولهذا ماذا بينا كل إنسان كل إنسان يحاول يجتهد ويبحث ويعمل حاجات تطبيقية بالنوافل وبقيام الليل ويحاول بش يصلي حصلاته كيفاش يخلط بش كما قلوا إحنا على عشرة مرات يصلي يخشع المرأة لولا مرأة ولي يخشع مرتين وهو عمال يحسن وعمال يجتهد واللي هذا هوني التذكير كل إنسان منا كل إنسان وربي أشعتاه يحاول بش يطلب ربي سبحانه بش يسرل الأمور ويعلمه بش يخلط يحسن حصلاته بش يحاول يخلط الخشوع طوى بش نمشي سمحني سي رفيق بش نتحدى الحاجة عملية لو كان نلاحظوا على رواحنا نقولوا وقتاش نخشعوا ونتدبروا ونوصلوا حتى نبكيوا وقتاش هذي لاحظوا الأكثرية في الدعاء وقت اللي نيقف وراء إيمام ويبدأ الإيمام معناه يعمل في الدعاء وقال لا واحد بيد وقعد يعمل في الدعاء يحس روحوا اللي هو يخشع ويبكي على خاطر بك الدعاء عمالي يقدم عمالي يقدم علمي يقدم حتى اللي نيولي يحس في روحوا قعد يخاطب في المولى والمولى يخاطب فيه فيخشع ويبكي الصلاة كيف كيف الصلاة وقت اللي واحد بش يبدأ يصلي يلزم ويستشعر ويجتهد في الخضور بش يستشعر اللي هو بين يدي الله تتولي الفاتحة تخرج بسم الله ما شاء الله والركوع والسجود والله أكبر والقرآن الكل سبحان الله يتبع بعضه برك الله فيك سيد أحمد نعم الحلم بالتحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم هو أنه إنسان مثلا هو شوين إنسان يعمل لك حاجة خايبة ترجع عليه بالخايبة ثم ناس يقول لا أنا طبيعتي يا أخو راني عندي شعر سيدنا علي مش عارفني جابوها ومرني ضد في ساعة هو المرة الأولى شد روحك حاجة مهيش على عادتك المرة الثانية والإعادة يا سيد معنى كل شيء يجي بالتعود الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم كذلك الخشوع في الصلاة أروا بالرياضة إنسان يعمل تمارين هاتحنا نبدأ بأمور عملية أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل فتوضأ فمضمض يجب أن تريد أن تحسل أن تتمضمض خرجت الخطايا من فميه حتى تخرج من تحت لسانه فإذا غسل الوجه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه يجب أن تحس بهذا في الوضوء توضى المرة الجاية أبدأ من بعد إن شاء الله وإن تجي الصلاة القادمة وإنت تتوضى أبدأ حس كيفيش الخطايا والذنوب قاعدة هابتة منك تو تحس بخشوع آخر أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضعه فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خطر طهرت وتوضيت شنو هيقع وقت تعمل شيئ ذات توضيت أحسنت الوضوء ما زربتش في الوضوء رديت بالك على كل مكان مش يخلط له الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عملت الدلك متاعك مش تصب في الماء صبان وإنما تدلك وأنت خاشع وتعرف علاش تتطهر لأنك ستقف بين يدي الله كملت الوضوء قل أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء الجنة حلت لك أبوابها بمجرد الوضوء فإذن هذا مهم جدا من الوضوء يبدأ التمرين على الخشوع الآن حركات الصلاة كل حركة تقوم بها في الصلاة عند خيمة أول حاجة الصع أنت ستلتفت إلى القبلة يلزم جسمك وقلبك قلبك حاسد أنت تورك بش تصلي موش كما بش تكتب حاجة في ورقة موش كما بش تجلس في مكتب تحكي مع إنسان مهي مكش في القبلة أنت ستصلي تلتفت إلى البيت الحرام إلى الكعبة الشريفة زدها الله تكريما وتشريفا ومهابة وعزة ورفعة إذن تحس بالعظم من تعالى الكعبة وهي أمامك وتحس أن قلبك أيضا ملتفت إلى هناك وقت تتفت غادي حذرت روحك للصلاة الآن عملت إقامة الصلاة إذا كانك في فريضة تعمل الله أكبر الله أكبر وإلا كانك وراء الإمام مش تسمع المؤذن يقيم الصلاة ومن بعد تقول الله أكبر شوفوا الحركة مع الصوت وقت تقول الله أكبر حسيتني ربي أكبر من العمل وربي أكبر من القذية اللي باشتقذها من بعد وربي أكبر من الأرض وربي أكبر من المال وأكبر من أي حاجة تخطر في بالك وبعض الفقهاء قالوا حين ترفع يديك لتكبيرة الإحرام ترمي الدنيا خلفك عملتك طيشت الدنيا كل وبعد حييتك ووضعت يديك في وضعية الصلاة وأنت بين يد الله ثم من بعد ذلك مش تدخل في الصلاة تفكر في المعاني وأنت واقف تفكر نهار الحساب ربي بشي وقفك كل إنسان سيقف بين يدي الله للحساب فردا لمعاه خوه لمعاه محامي لمعاه لجنة لمعاه وحدك ستقف وتحاسب فحس روحك أنك وحدك مقابل ربي وهو يكلم فيك بدون ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكلم فيك ويحاسب فيك ويسرك شنو يسرك ما يضحكش أمام الناس اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك وإنما يسرك يقول لك شنو عملت ذنوب وأنت تولي وجهك يحمار من هذا الذنب حس روحك واقف أمام الله وهو يسرك بذنوبك تحس بخشوع آخر من بعد اختقر القرآن أشعر أنه كلام الله رأوا كلام ربي هذاك مش كلام عبد مش كلام فيلسوف ولا مؤلف ولا شاعة هذاك كلام خالق الأكوان اللي تتفجر منه الجبال كما رينا بكري فتحس أنه كلام ربي سبحانه وأنت تكلمه به ثم بعد حس بالركوع كما قال بكري سيد أحمد أول مرة حس روحي ركعت واختريت هذا الشيخ وهو راكع حس بالركوع أن الركوع لله وحده أنك وقت تهبت رأسك لله وحده أنك مستقيم أمام الله ومستقيم في ركوعك أمام الله لا ترفع رأسك أمام أحكام الله حس بالشيء هذا وبعد حس أن رب يعطاك منحة وعطاك إذن أن ترفع هامتك أمامه مرة أخرى رفعك من الركوع بعد حس بالمذلة لله اللي ترفعك على الخلق لكلهم وقت تسجد لله اقتربت فاسجد واقترب حس روحك أنك سجدت بين يدي الله واسمح لك أن تسجد بين يديه وقبيلك مع الساجدين والراكعين حس وانت سجد أنك بين يدي الله اقتربت من الله فاسأل ما شئت سر هذا يا بشت هل بتخشع ولا أعمل مثلا هي مثلا صلاة الصبح فيها أربع سجدات قول نعمل الدعاء في السجدة اللولة ندعي بش ربي يغفر لي ذنوبي الدعاء في السجدة الثانية ندعي بش ربي إن شاء الله يا ربي يوسع علينا في القبر إن شاء الله ما عذبناش عذاب القبر ادعي في السجدة الثالثة للوالدين مش ما تنساش فضل الوالدين عليك ادعي لأمك وأبيك وكانت تعمل دعاء في كل سجدة تولي تطول في السجود سر كبير في الخشوع تطول في السجود وما تزربش تفضل سدح بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسجود جاءت فترة كما أقولوا وقت اللي نسجد من نجمش نقط برشا نحس الدم يهبط للراس ونحس في روحي معناها من القاش الأريحية بش نعمل الدعاء بعدش عملت أخذيت تمرين بديت نحاول بش نلقى كيفية نفس ونساجد بش نجم نقعد المكسيمام وقعت نتمرن 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 حتى لين ربي سبحانه يسر لي الأمور وليت حتى وقت اللي نسجد في الدار وحدي عندي الأريحية بش نجم نقعد حتى دقيقة ودقيقتين وثلاثة سبحان الله نعم سر كبير إذن تفضل إسماعيل تفضل توقل واحد من منظور خاصة تحدثت على الخشوع الخشوع عن الراها الإنسان يبدأ مع عائلته يكون مطيعا سواء زوجته يعدل بين ابنائه ولو في القبلة يحضر لهم قوتهم البرة زادة في الشارع يكون ضحاك يكون عبوس يكون معاملاته مع العباد كالمسلم الصادق الصدوق بش يتوجه للمسجد أو في بيته بش يلقى الخشوع كان عماله البرة يقدر من فرع الخشوع حتى بش يتصنع فيه وجزاك الله خيرا بالفعل معناها شيخ إسماعيل يقول يلو كان إنسان يعمل في الذنوب والمعاصي بعد يقف أمام الله ويطلب ربي بش يعطيك نافلة الخشوع الخشوع راهي هادية من عند ربي سبحانه يقرب بها عبده لو كان تعمل في الذنوب كيفاش بعد تحب تخشع كان إنسان قبل الصلاة كان يكذب كان يخادع كان يظلم كان يظلم في زوجته كان يخرج في كلمة بذيئة كان يغتاب الناس فكيفاش تحبه بعد يخشع يلزم يكون ينقي يروح ويتوب على قبل الصلاة يعلنها توبة مع الله وتوضأ فنزلت ذنوبه فمن بعد يقدمه على الله فيخشع الحركات بتاع الصلاة يجب أن يحسها الإنسان الكلمات بتاع الصلاة صلاة الترويح وصلاة النوافل تقوي في الإيمان وتقوي في الخشوع وقت اللي بيش تصلي أربع ركعات بتاع الظهر وتحس أنك مكشفش تخشع صلي ركعتين قبلهم صلي النافلة خطر النافلة تقول هذين عم فيها طواعية فيجيك الخشوع بعد تخشع في صلاتك فما واحد وقت يصلي الترويح الإمامي واللي يقرأ هو يبكي سألوه قالوا له شبيك تبكي قال أنا راه تعرف وعليش نبكي سمعت الناس يبكيوا فقلت شبيني أنا ما نبكيش أنا مدامني ما نبكيش أنا راني بيا وعليا وناقص هات نبكي على روحي لأني لا أستطيع أن أبكي شوف الإنسان معي يبكي خطر أن الناس بكاوا وهو ما بكيش يبكي على نفسه لأنه لم يخشع فالإنسان في صلاة الترويح وصلاوات النوافل مهمة جدا هذه الله أكبر يحسها الإنسان في الحركات سمع الله لمن حمده يحس سمع الله حس بها أنه ربي يسمع في الحمد متاعك ويحس بالفاتحة سورة الفاتحة ما ثم حديث يقول الله عز وجل في حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسميني فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ثم واحد من الصحابة كان وقت ليصلي يقول الحمد لله رب العالمين ويسقط وبعد يقول الرحمن الرحيم ويسقط قال رو نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربي بيش يجاوبني نقول لي نسمع في ربي يجاوب فيه نحس في ربي يجاوب فيه وقت يقول أنا نقول الحمد لله رب العالمين هو يقول حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد ملكي يوم الدين حسها حس لي هو في الدنيا الملوك والقوانين والتشريع والخصومات والاختلافات حتشي رأي أمام حكم رب العالمين يوم القيامة واختي ربي هو البشحكم بين العباد هو الملك يقول أنا الملك يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فتحس لي هو ملك يوم الدين معنى يوم الحساب ثم إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ما هو إياك نعبد وإياك نستعين كتاب كامل اسمه إياك نعبد وإياك نستعين يقول كيفاش العبادة تجيب الإعانة من عند ربي تعبد ربي رأي عاونك تستعين إلا بالله حاجة تكفي حاجة اسأل الله روهول بشي عاونك شف الصلاة شف الفاتحة تحسها تولي إياك نعبد مع بعضنا علش مش إياك أعبد إياك نعبد راني أنا وإخوتي فإذا أتيت وإخوتي ففتح لنا من كل باب تحسألوا معاك إخوتك تصليوا بع بعضكم إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين ترجعنا من عندك العون والتأييد والنصرة يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اسأل تحب وقتها تسأل أنت تقول أعطيني فلوس أعطيني برشة أبناء أعطيني سيارات أعطيني ملك ومن بعد نموت ونتحشره وإلى قدر الله وإن نمشي للجنة وإلى النار عندك دعوة واحدة اهدنا كلنا يا رب إن شاء الله اهدنا الصراط المستقيم شوف كيفاش ماكش أناني في الدعاء متاعك ربي أعلم فينا اهدني لا لا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ليعملوا حاجة غضبك ولا الضالين اللي ماشي بينهم صحاح وهم غلطين هذه الصلاة وهذا الخشوع اللي يوصلك التواصل القلوب بالصلاة إذا اختلت حياتك فعدلها بصلاتك كلمات بهين هذه اجعل يا ربي وفاتي في صلاتي هذه الكلمات نختم بها في الأخر نفهمه إن شاء الله سر الصلاة والخشوع في الصلاة ربي اجعلني مقيمة صلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن شاء الله ربي يجعلنا من الخاشعين إن شاء الله نكون استفدنا بهذه الحلقة في أمور تطبيقية حتى نولي نحرص على الأقل أقول راني مقصر إن شاء الله ربي يهديني يعطيني نافلة الخشوع ويعطيني السر وفهم الصلاة حتى نولي خارج الصلاة كأني في صلاة وتولي سلوكي سلوك المصلين ما تنساوش بش تزورونا في صفحة التواصل والقلوب وتعنتون فيها مقترحاتكم للحلقات القادمة أعطونا أراءكم في الحلقات السابقة وهي أحسن طريقة للتواصل بيننا إن شاء الله دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أنغام تعطيه لنا بنتنا صفاء يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا تليلي وضيائي نور دربي ليس لي حول فإني بك حولي وعليك بك حولي وعليك في شهيقي وزفيري أنا مشتاق إليك أنا مشتاق إليك يا رب يا رب يا رب نور دربي رب لا أرجو ملاذا آمنا إلا حماك آمنا إلا حماك رب لا يسعد روحي أبدا إلا رضاك أبدا إلا رضاك يا رب يا رب يا رب نور دربي أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين حب خير المرسلين وبه أكرمت قومي وجميع العالمين زكي الله نفسي بتعاليم الرسول بتعاليم الرسول من سمى خلقا كريما وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول يا رب يا رب يا رب نور دربي اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اشتركوا في القناة